بسم الله بديت وعلى حبيب صليت وهذه البقارة يا لبنت ليكم نويت قالوا لي إلا شركي فرحانا وحبيبك غايب في البلدان خلك وحدك ونساك الرجال هذا شانهم من زمان مهبول يلقى فيهم لامان قلت لهم انعلوا البليس يا نسوان كلامكم كذب وبهدان حبيبي يسيد الرجال هو خاف ربي وناديره في لامان وعارفهم حبتولي يشحال صلوا على حبيب الله عليه الصلاة والسلام مرحبا بكم معي في وصفة جيدة إن شاء الله رح ندير معاكم خبز السميد خبز رائع وشاهي إن شاء الله وصفة اليوم تلقاكم في أحسن حال يا رب نتمنى لكم إن شاء الله فرجة ممتعة والروح مباشرة للوصفة دعنا كما كم تشوفوا المقادير أمامكم عنا كاس انتع الماء يكون دافي كاس انتع الحليب يكون دافي عنا كمية انتع سميد دو كن عبرها معاكم وتشوفوها بحول الله عنا مغير فانتع أكل خمرة الخبز وعنا مغير فانتع صغير انتع سكر عنا مناسمات حسب الرغبة ملح زيت وكمية انتع فارينة روحوا مباشرة لتريقة العمل خبز تعنا هذا سهل ما يخدش معاك وقت ومن غير دلك ومن غير عجن نبدو بسم الله نبدو بالحليب نحطو الحليب بتاعنا أنا كنت دفيته من قبل طبعا الماء تاني كنت دافي بها تتفاعل معانا الخميرة داعنا يعني وصفة سهلة والنتيجة أكثر من رائعة خبز رائع خفيف يهبل هنا رح نحط الخميرة والسكر داعي نخلط تخليطة خفيفة بهدو بهذيك الخميرة والسكر في الحليب والماء ونتحصو على مزيج رغوي رح نضيف عليه كمية تعسمية دكتوفو معايا طبعا والمقادير بيحاولي لا تلقوها في صندوق الوصف وليصل معايا هنا للفيديو نقولو ما تنسانيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والبرتاج مع الأهل والأحباب يعني وصفة رائعة وما تاخدش معنا وقته سهل وسريع نحطو أولا يعني كما رحل أولا نحط مغرف تأكل نتاع الزيت ومبعد رح نزيد نضيف إن شاء الله هزيت تبقوا معايا الفيديو شوفو الوصفة كاملة بيحتنشح معاكم بيحاول الله وتتحصلها خبز خفيف الشيش بنيني هبل هنا حطينا غير مغرفة واحدة نحركو هكذا تحريكة غير خفيفة ومبعد نكملو المقادير دعنا هنا نحطو عندي سانوش عندي زرعة البسباس عندي جنجلانية وانتو الشيلي عندكم عملو مش لازم تتقيدو وشيلي نديرو هنا كل واحد ويعني وشيلي متوفر عندو في البيت هنا رح نعبر معاكم انكمية سميد شوفو معايا طبعا سميد هذا يكون متوسط مش سميد درطبخ لا هو مش هذك يعني لغليط لغليط هذا الكاس تعميتين وربعين مليليليتر اللي عودتكم عليه في كامل وصفاتي عاوديكم الكاس اللول زوس كيسان كيما راكم تشوفو هذا هو الفرينة رح نضيفوها فقط باش نشوفو كيما نقولو احنا الخبز داعنا هي لاباس داعو راح سميد كيما راكم تشوفو والاحسن لو يكون سميد كامل اللي فيها نخالة كي نقولو احنا تاني صحي يجيكم تاني رائي رائي اللي بنات نخلط تخليطه عا كده باللافو لافو يتاعي ونخليه يضاعف الحجم التاعو هاكم تشوفو هنا انا ما حاطيتش الملح تفاديا باش المزيج تاعي يعني ما يطولش معايا ويخمر بالخف هذي هيا راح نوري لكم برك القاوم كيفة تلعجينة لازم يكون هاوليكم سائل نهى وشوفو نغطيه ونخليه ونبعد نكمل شري مزال عندي طبعا المراحل تاع الوصفة هذي كلها مهمة عليها نقولكم كاملوا فيديو كامل للاخير بعد تحصلوا عا الوصفة يعني ناشحة وخبز رائع نتمنى ان شاء الله تجربوا لانه عن جد يستحق التجربة وما يتعجنش ما يخوش معايا وقت يعني يتخدم ليه ليه خاصة المرأة العاملة يساعدها بزاف ويقطع كامية يعني يلبس بيها هذي الكمية تشوفوا راح تدير معايا دوس خبزات ان شاء الله كبار ملاح هذي هي نروحو نخلوه ان شاء الله يضعف ونرجع معكم وشوفوا لها الشكل تاعو ما شاء الله اعطولوا الوقت برك طبعا الحسب حرارة على المطبخ تاعكم ممكن نصف ساعة ممكن اقل ممكن اكثر اهنا وش راح نزيد عليها راح نحط كاس تعفيرينا معمر مليح ورح نحطوا على دفوعات نحطوش ضربة واحدة ورح نزيد عليهم زوج مغارف صغار انتاع الملح شوفوا هنا راني نحط فارينة غير بشوية ونشوف هنا الكمية تاع الملح راي مضبوطة زوج مغارف صغارك اخلط المزيج تاعي هذا كامل ونشوف اذا خصني فارينة نزيد اذا ما خصنيش كاس تاع فارينة يكفيني طبعا حسب الفارينة كين فارينة اللي تنشوفوا يمكنو حنا تتشربوا كين فارينة اللي على البناتة ها بلكم كاس تاعي كامل حطيتو هنا بنتي مزات ناقصة شوي راح نزيد عليها زوج مغارف اخرين الكاس تاعي مكانش معمر مليحة لابنات انتو معمروهم ليحة نها وليكم اراني خليت الفيديو ماشي بها تشوفوا كامل المراحل تاع الخبز تاعنا اها وليكم نها دركة ارى ما شاء الله نخبطو غير خبطات هكا بها ندخلو لهوا كيف نقولو احنا نعوضيكم هكذا باك خبطة خفيفة كي ما نديرو سفنش نخبطوها هكا بها نقولو احنا بها يجينا خفيف من الداخل وماجينش ملكد معجل هكا برك هكذا ويكون يعني حاضر معانا ابقالنا برك راح نزيدو الزيت اللي قدتلكم عليه راي نخبط فيه في دامكم رايكم تشوفو هكا برك غير حاجة خفيفة خلاص ومبعد نزيد زوز مغارف تاع الزيت الاخرين يبقا بلي يعني المجموع تاع الزيت ثلاث مغارف نتاع ماكلة انتاع الزيت يعني في الوصفة تاعنا هذي ها وليكم شوفو راح نزيد الزيت درك ها وليكم هاي المغرفة الثانية المجموع كامل كامل ثلاث مغارف تأكل انتاع الزيت ها نحاول ندرك الزيت هذيك كامل ندخله في العجينة غير بالخبيط هكا حتى يدخل كامل ونخليها ثاني اتعاود تختمر معايا ها وليكم شوفو بعد ما خلط كامل هذيك الزيت ودخله في العجينة تاعي ها وشوفو الشكل تاحا هلا ستيكي ومزد شوية تتلاصق ها شوفو شوفو مزد تتلق في يدي ندهنها برك الوجه تاحا بشوية زيت هاك ونغطيها بالبابيفير ونخليها تعاود التخمر تاحا للمرة الثانية بها نبدأ نخدمها ان شاء الله في البلاتو تاعي هذيك تشوفو المراحل يعني سهلة ماشي يعني حاجة صعيبة مقاديرها تاني سهلة موجودة في كل بيت نتمنى بركة تجربولي انو والله عن جد يستحق التجربة والواحد يبدي لشوية نخطي نغطي العجينة تاعي ونخليها حتى نضاعف الحجم تاحا ونرجع معاكم ان شاء الله اهنا بعد ما ضاعفت العجينة تاعنا خدات مني واحد لنصف ساعة برك شوفو الله يبارك ما شاء الله وش نقول لكم جات يعني اه غرجت عجينة تهبل تنفخت ما شاء الله شوفو المهمة ضاعف الحجم تاحا ذو كاوش نحظر انا حظرت شوية تعسميك رح نبدأ نختم العجينة قدامكم ندهن يديها بشوية على الزيت ونحاول هكذا ننزلها هكذا نبدأ نقسم العجينة هنا ديت لي زوز خبزات كبار ملاح هاوليكم على دهن تزيد به العجينة هكذا لا تلاصق شوية يدي نفوتها في السميد هكذا ونلوزها نعطيها الشكل طاحة نرشها كاملة بالسميد ونزل البلاتو تاعي أو الصينيات تاعي كنت دهنتم بشوية تعزيت رح نرشها بشوية تعزيت هاوليكم بها ما تلصقش معايا للعجينة وتعطيني هذيك القرمشة اللي تجي من الفوق ومن الداخل يجينا خبز الطري بنيني سخف هاوليكم هز العجينة تاعي غرب شوية طاوعوها نحاول ننفض هذا ك السميد الزايد ونحطها ونروح نزيد الخبزة التانية نفس الخدمة هاكا ونحطها في السميد نحاول كامل جوانب هذيك نشمخن بسميد الرشها من الفوق وندورها كذا هاوليكم نحاول هذا ك السميد الزايد نحيه من العجينة تاعي ما نخليش فيها هاوليكم نبدأ نقرس فيها في السنين نعدلها يعني على كامل السنين تاعي الفرن تاعي نشعلته على ميتين وعشرين درجة مئاوية من قبل ونجيب الخبزة التاعية ونحلهم غرب شوية نواسيهم نديرهم ارتفاع واحد هذا الخبز ما يحتاجش البيض با هي تدهنها بهم الفوق فقط كما هكذا وتحطوا الطيبوه عادي تحمروهم من التحت ونبعد تزيدوا تحمروهم من الفوق وتتحسوا على خبز يعني تاعي سميد ممتاز رائع بنتو يعني ما شاء الله كما هكذا طبعا نحنخليه سحة اولا يرتاح با هي الضاعف حجمه 1-4 ساعة برك ونبعد باش نبدأ نطيف به نعني هنزيد ندير الخبزة هذي شوفوا الله يباكره طالع معايا ما شاء الله مش رح ياخد معايا وقت نوسيه كامل على البلاتيع كما راكم تشوفوا طبعا اي حب يدهنوا بالبيض يدهن لكن هذه الوصفة اراي يعني هكا كما هذا الشي كما راني نعم ديرتها معاكم هذي هي الوصفة يعني اصليات عا خبز تعسميد كان يسمي خبز مغنية نحاوليكم راني نرش باش نحاول نمشي لعجينة لانها تتلاسق معايا شوية نادي نغطيها هذي تاني ونخليها الحين ينضاع بالحاج ونرجع معاكم إن شاء الله هنا لها الخبز تعي خمر تبارك الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوا وسلموا على حبيب الله شوفوا ما شاء الله راح نخليل نحطهم يطيبوا إن شاء الله في الفرن ونرجع معاكم بيهتشوفوا الشكل تحم بحول الله هاوليكم الخبز تعنا ما شاء الله وشو نقولكم خرج روعة 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 كم تشوفوا فالطراوة الخفافة والله يعني تع شربة تحريرة تع أمريقي يعني ما شاء الله نقسم معاكم خبزة تشوفوها معايا إن شاء الله يعني حمرتم التحت كما قلت لكم زي تحمرتم الفوق وهذا هو يعني بلاد ليك بلاعجين بلا تعب لاوال شوفوا الله يبارك خرجوا وشو نقولكم طبعا منسيمات وش تحبوا تحطوا فيه حطوا لبنات هذا شيء اختياري لكم شوفوا كيفاء سفنجي انفخ فخ الله شاهيناكم في الجنة إن شاء الله هالوصفات تعنا جربوهم إن شاء الله ويتنجحوا فيهم ما بقى لنقولكم غير اطهلوا في روحكم إلى وصفة أخرى دمتم في رعاية الله وحفظه مع سلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر